والأصعب من هذا نتخلي بالك هذا الشاب كان عايز في بيت فيه أمان بيوكل أحلى أكل بيلبس أحلى لبس عنده خدم وعبيد وعنده أملاك وكلمته بتمشوا كان كل الأمور تمام لكن وصل لدرجة أنه بيرعى الخنزير الخنزير طبعا بحسب العرف اليهودي تعتبر حيوانات نجسة فإذا لا يؤكل أو لا تؤكل وفي نفس الوقت لا تقدم كذبائح ووصل الوضع أنه حتى إذا بتقترب للخنزير أو بتلمس خنزير كانوا بيعتبروا نجاسة يعني بدك تسمع أخبار غريبة لألا حتى الأرض تتنجس في مناطق كثير عنا اليوم في الأراضي المقدسة كثير من المزارع اليهودية مثلا عندهم مزارع الخنزير حتى لا تتنجس الأرض بيبنوا مصطبة من سمنت أو من خشب اللي ما تكونش ملاصقة للأرض لألا حتى الأرض تتنجس إذا الخنزير لمست هذا المكان قديما في أيام المسيح كانت رعاية الخنزير هي أكتر في مناطق بين الأمم واليهود إذا بتتذكروا يعني مجنون كورة الجدريين في مرقص خمسة والخنزير اللي اندفعت إلى الجرف الفين خنزير لأنه دخلتها الأرواح النجسة في كانت في منطقة أممية لكن برضو اليهود كان عندهم تعاملات بيزنس في هذه المنطقة يعني بكلمات أخرى أنه هذا الشاب وصل إلى أصعب وضع نحن نقول وضع لا يحسد عليه وضع يعني صعب جدا في هذه الحالة اليائسة البائسة اسمع ما يقول الكتاب بقول وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنزير تأكله فلم يعطه أحد اشتركوا في القناة